السلام عليكم كيف سحككم وان شاء الله تكونوا جميعا بخيام حبيت اعملكم هذا الفيديو عشان احكي لكم خبر سعيد جدا بالنسبة لي وان شاء الله يكون سعيد جدا بالنسبة لكم بس قبل ما احكي هذا الخبر بدي احكي نقطة صغيرة ان كل شخص فينا في عنده اهداف بحياته في عنده احلام ودائما بيحاول ان يحققها وبتعب ممكن عشان يحققها بس هل سألت نفسك لما توصل لهذا الهدف او الاهداف اللي انت حقطها بحياتك شو راح تحس؟ هل راح تحس بالهنجاز؟ هل راح تحس انه انت خلص ما راح تحلم مرة ثانية ما راح تحط اهداف جديدة او راح ترجع تحط اهداف جديدة وترجع تحققها بصراحة هذا الموضوع خطر ببالي لانه مش هذا هو الهدف الرئيسي الى وجودنا بالحياة الهدف الرئيسي الى وجودنا بالحياة ممكن في كثير ناس غافلين عنه وانا واحد من الناس اللي كنت غافل عنه احنا وجودنا بالحياة عشان نغضي رب العالمين نعبد الرب العالمين ونكون مثل ما ربنا أمرنا لقوله تعالى عوض بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمش مشكلة يكون عندك أهداف بالعكس صحي جدا أن يكون عندك أهداف وصحي جدا أن تحاول دائما أنه أنت تنتج وتعمل الشغلات التي أنت تحلم فيها بس يكون متراسق هذا الهدف مع هدف وجودك بالحياة وهو عبادة رب العالمين ويكون كل شيء أنت بحياتك بتعمل وعارف أنه في صح وفي غلط وتحاول دائما تعمل الأحسن فبالنسبة لي بصراحة الهدف اللي أنا كنت ماشي فيه والحلم اللي أنا كنت عم بحاول أحققه بصراحة ما بيغضى رب العالمين وأغلب الناس اللي قرب مني بيعرف أنه أنا من زمان بحكيهم أن رح يجي يوم وأنني أنا أوقف فالحمد لله وبفضل الله إجا هذا اليوم وهذا هو الخبر السعيد جدا أنا حبيت أحكي لكم أنه الحمد لله وبشكركم على دعمكم المستمر جميعا وأتمنى أنه هذا الدعم يستمر لكم الدعم لأنه هذه معناتها مش النهاية وبالعكس مش رح أختفي يمكن أن تشوفوني أكثر هتعرفوا علي أكثر على طبيعتي وأتمنى تشاركوني رحلتي الجديدة وشكرا جميعا على كل دعمكم وشكرا جميعا على كل هالسنين وأتمنى إذا جاي يكون أفضل إلي وإلكم وأتمنى لكم الخير شكرا لكم وراءكم على خير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله